العدد الثالث والعشرون من مجلة بيم اريبيا مقالة بعنوان CSI X Revit ويد المهندس الانشائي الممدودة لحلقات البيم لمهندسة مرام هاني ديدان دائما عندما أبحث في الانترنت عن معلومات تتعلق بالبيم تظهر لي هذه الحلقات الجميلة النابضة بالتكامل والتي تصور مراحل المشروع الهندسي بأيقونات رمزية تعبر عن المرحلة وكل أيقونة تمسك يد سبقتها ولاحقتها بسهم المطوع أن يدل على مرون التبادل للمعلومات بينها وكمهندس إنشائي لدي الكثير من الصناديق المفتوحة على البحث أجد نفسي ضيفا خفيفا نوعا ما في هذه الحلقة استحوزت على تفكير برامج النمذج الحاسوبية وما تطلبه من معرفة نظرية وعملية في التفسير والتحليل لكل قوى الطبيعة والقوى الصناعية السابتة والمتحركة وآلية تصميم عناصر أي منشأ لمقاومتها التطور السريح حولي لم يدعني بسلام مع هذا الغرق كلما حولي يشدني إلى ضرورة التماهي في هذه الحلقة وتوسيق وجودي ضمنها لأن التكامل والاندماج بات من أهم أسل الاستمرار ليس فقط تقنيا وإنما مهنيا وحرفيا لم يعد يكفي أن نحترف أمور النمزج التصميمية من رسم منشأ فراغي وتقديم تفاصيل فلاز التسليح بشكل فراغي وحقيقي لا تزال آلية الاتصال بين أدواتي وبين هذه الحلقة ضعيفة ومن هنا كان لابد من البحث عن آليات تساهم بعملية الدمجة هذه من الآليات التي ظهرت الآداء CSI X Revit التي تسمح للمهندسة الإنشائية بربط برامج CSI مع برنامج Revit وهي تربط برنامج Revit 2017 مع إيتافس 2015 وما بعد والساب 2017 وما بعد والسيف 2014 وما بعد هذه الأداة تدعم أربع عمليات نقل بين Revit وبين برنامج CSI التصدير من Revit لخلق نموذج CSI التصدير من Revit لنقل التحديثات والتعديلات إلى نموذج CSI التصدير من برنامج CSI لإنشاء نموذج Revit التصدير من برنامج CSI لنقل التحديثات والتعديلات إلى نموذج Revit تبادل المعلومات بين Revit والإيتافس التصدير من Revit لخلق نموذج إيتافس تتضمن قاعات البيانات التي يدعم نقلها بين Revit والإيتافس المحاور من أسماء ونقطة بداية ونهاية المحور والمحاور المنحنية من نقطة المركز ونصف القتر والزاوية